السلام عليكم أصدقائي منذ أيام بدأت بتقديم سلسلة حلقات بأنوان تعليق على تعليق هذه حلقات سريعة وأرد فيها على كثير من الأمور والتي يطرحها الأصدقاء في الزوار القناة والمشاركين فيها والهدف من هذه التعليقات والرد عليها من أجل توضيح التباز القاصة بين ما يفهم من كلامي أو ما يستنبط أو ما يدلق علي من اتهامات أو تدلق علي من اتهامات فبالتالي هذا هو هدف من هذه الحلقات وبالواقت نفسه أنا أقدم هذه الحلقات السريعة لأنه بعض الأحيان تجي أفكار لا يمكن أن حولها إلى مادة مرتبة ومنهجة وتضمن دراسات واسعة فهي نوع من الحوار المفتوح بيني وبين الأصدقاء والجميع مدعوين للاشتراك فيه مجرد واحد يتصل بي وأنا حاضر وهذا من التعليقات مادة إليه بألوان الإسلام اختراع عباسي قال في هذا التعليق ببساطة الإله فشل مع اليهودية فاخترع المسيحية لكنه فشل أيضا مع المسيحية فقرر أن يأتي بدين لا يأتي الباطل من أي جهة والتاريخ يشهد منذ نشو الإسلام حتى اليوم على صلاح ونجاح هذا الدين ونجاح ونجاح أتبائه هو نجاح لازم يقال مهم ونجاح أتبائه وتفوقهم في كل شيء فالإسلام هو المحاولة الثالثة لله ومن هنا جاء المثل الثالثة ثابتة لا أعرف أول مرة أصنع بهذا المثل المهم المشكلة يعني هو يقول بأن هناك محاولات سلسلة محاولات الإله لماذا لم يحدد ما هو الهدف من هذه المحاولات الإلهية المهم هذا الإله فشل مع اليهودية فاضطر إلى اختراع المسيحية لكنه أيضا فشل مع المسيحية فقرر أن يأتي بدين لا يأتيه الباطل هذا هو فكرته لكنه السؤال المهم الذي يثير الانتباه ما معنى النجاح يعني ما معنى أن نقول أنه فلان أو علان نجح ما معنى أن نقول الدين ما نجح ما معنى أن نقول هذا الإله نجح ما معنى أن نقول الإسلام نجح السؤال المهم هو هذا ما معنى أن نجح أصلا هل أن الإسلام نجح أم لم ينجح فأنا أعتقد هذه السئلة مهمة جدا لأن من خلالها نستطيع اكتشاف البرادايم أو القالب الذهني الذي نفكر فيه فعندما نفهم معنى النجاح بالنسبة لنا وعندما يقول هذا الشخص أن الإسلام نجحه أو أي دين كان أو أي مشروع نجحه فبالتالي أن هذا دليل على أن هذا المشروع هو جيد أولا هذا مقياس غير صحيح يعني ليس بالضرورة كل شيء نجحه في أن يمر من منطقة ما نجحه في أن يحقق أهدافه فهذا لا يعني أنه شيء جيد يعني ممكن نقول مثلا أن هذا هجوم شنته شنته جماعة على قبيلة أو جماعة كانوا نائمين وغدروا بهم وسبوهم وقتلوهم هذا نجح أيضا إلا إذا كان النجاح بهذا المعنى هو المغالبة والانتصار على الآخرين بأي طريقة كانت فهذا يعني أن النجاح الديني أو النجاح الإسلامي أو النجاح اليهودي هو معناه القتل وسلب الآخرين أموالهم وسلب حريتهم طبعا قبل كل شيء وجعلهم تابعين لمن غلب أي معنى آخر أن المسلمين الآن هم ممن غلبوا وتم أعلان استسلامهم وفقا لمبدأ أسلم تسلم وهؤلاء أصبحوا الآن من المستسلمين أي معنى من الخاضعين الأتباع يعني المخلصين المؤمنين ويقال بأن هذا استسلمه وحسنه استسلامه أو إسلامه هذا المعنى طبعا الذي نقله لنا الفقهاء ربما المعنى الأصل بالعهد الإسلام المبكر القرآن الكريم أيام الأولى بفترة البثة النبوية ربما المعنى الإسلام مختلف تماما حسب البحوث الأخيرة معنى الإسلام مختلف تماما لكن الذي رسخه في الأثهان نحن هو هذا الذي يهمنا الآن ففكرة النجاح هي فكرة مشكوك بها فعندما ترحب بها أنت هذا يحيننا إلى موضوع آخر وهو الذي أقول عنه دائما بأن هذا النجاح هو بالفعل الناس الذي تفتخر به أو النجاح الذي حققه الإسلام بهذا المعنى هو صحيح لأنه غز البلدان بقيادة زعماء قريش قادوا هذه المجامية وغزوا بها البلدان المنطقة واحتلوها وسبوا شعوبها وأخذوا حالهم وما لهم ومع تقدم القرون بدأت الناس تتحول الإسلام لما يكون هناك مناص من التخلص من الجباية والضرائب وما إلى ذلك وأصبحت يعني وجدوا الناس عبيد السلطة فبهذا المعنى فعندما تقول أن الإسلام نجح فهذا الشيء صحيح لكن أين فشل الإسلام وأين حاول ولم ينجح بالحقيقة الدين الإسلامي الذي وصلنا لا أقول الدين الإسلام الأصلي أو الذي في القلوب وأؤكد هذا لكي لا أقول ما لم أقول فبالتالي الإسلام الدين الحالي المعاصر يتحدثون باسم إسلام وما ذلك لكن بالحقيقة هذا الإسلام المعاصر لم يثبت نجاحا على أي صعيد صحيح هذا كلام يعني مزأج لكثيرين لكن هي الحقيقة يعني بالعكس سياري تتمنى الإسلام المعاصر ينجح وما عنده مشكلة ينجح يعني لابد من العقائد لابد فيها أشياء جوانب سيئة مسألة طبيعية لا يوجد شيء كامل مئة بالمئة هذا وهم أو حلم موجود عند أي عقيدة أي مؤسسة أي واحد يتبنى مشروع أو يزعم مشروع أو يؤيد مشروع أو يؤمن بمشروع أو يؤمن بقضية لابد أن يدعي بأن هذا المشروع هو كامل مكمل وهو الحل الأخير ولا حل بعده فهذا منطقية لكن أنا ما عندما أخلي نجح الإسلام لكن لماذا لا ينجح لماذا ما زلنا متخلفين في ركب الأمم لماذا ما زلنا بحاجة إلى معونة الآخرين وكل شيء من الآخرين هذا السؤال يقول لك الإسلام لا علاقة له إذن لماذا عندما تتحدث عن أي قضية يدخل الإسلام بالوسط مثلا حرية البحث العلمي غير موجود لماذا؟ لأن الإسلام لا يقبل لا يجيز حرية البحث العلمي لا يجيز حرية الرأي لا يجيز حريات الإنسان وبعد ذلك يقول لك الإسلام لا بريء من الموضوع فكيف بريء؟ إذن أنت دعو من دعو أمنعه أو لا تقول إنه يتدخل أن جذاك لك حق أن تقول إن هذا الدين بريء من ما هو ما يقال عنه أو أن يقال هناك قادة وسياسيين هم الذين سبب الفشل وليس النجاح فشل هذا الدين المعاصر هم هؤلاء والقوة الكبيرة تدخلت وتحكمت بهذا الدين لا بأس معقول نمتحن هذا القول لمن يريد أن يعني لمن يريد أن يفهم ما يقول فنمتحن هذا القول بعد ذلك نجد نجد بأن الإنسان عندما يقول هذا الفكرة أو هذا الحزب أو هذه الحركة أو هذا الدين whatever يعني فعندما نأتي نطبق هذا الدين وتعاليمه ويقول إن الدين صحيح فنطبقه لا نجد بأن الفساد منتشر بين جميع شعوبنا بين جميع المؤسسات يعني داخل مجتمعاتنا وداخل جميع المؤسسات دولنا اللاحديثة فبالتالي من السبب إذا كان الدين كامل وصحيح كما يقال فهذه ليست مشكلة الناس يعني لا نلقي بالتهمة على الناس يعني الماذا لا تطبق نظاما صارما ودقيقا أو يكون هذا النظام قابلا للتطبيق لكي لا يخرج بعد ذلك الفائسدون أو يخرج السياسيون الذين يتآمرون على الدين ويستغلونه وأيضا رجال الدين والججالين يستغلون هذا الدين لصالحهم فأيضا أنت المشكلة في الدين نفسه لأنه لم يقدم مشروعا متكاملا فهذه الحجة بالتالي معناها شنو؟ مجرد حجة نفسية لتبرير وعدم الدخول في إشكالات تتعلق بالدين والقول بأن هذا الدين فيه إشكالات كبيرة لأن الدين هو سلطة مسيطة على الناس وعلى كل تفاصيل حياتهم قل لك أنا ليش أدخل نفسي في هذا الجدل ألقي أي حجة أي مبرر وأتملص من الموضوع وأصدق بعد ذلك هذه الحجة لكي أجيد الدور لكن بالحقيقة المصائب والمشاكل تتوالى علينا العشرة السنوات الأخيرة ظهرت داعش ظهرت مئات الحركات المسلحة والربع قرن الأخير ولا نعرف بهذه الطريقة لماذا ظهرت لأننا لا نناقش الدين الذي نحن عليه نناقش هذا الدين حاول أن تفحص أركانه حاول أن تفحص عقائده حاول أن تفحص أصوله وتنبشها وتفققها وتحللها أما أن الخارج أنت تقول لا هناك أشكالات وكل شيء صحيح فهذا الكلام التسويفي وما طلع دفعنا ثمنها كثيرا لو أحصينا وهذا السؤال لو أحصينا عدد الخسائر أو حجم الخسائر التي قدمتها بلداننا من أجل أن لا نناقش الحقائق الأساسية لا يتعلق بالدين فقط في كل تفصيل من تفاصيل حياتي حتى بالواقع الاجتماعي يعني التفصيل مثلا علاقة الأب بابنته علاقة الزوج بزوجته هذه قضايا اجتماعية لا نجرأ على مناقشته كل شيء لدينا لا يصلح للحديث لا يصلح للعلن لا يصلح لنا يكون موضع نقاش علني مفتوح كل شيء لدينا محرم أبسط شيء تقول علي هذا محرم وكل بعد ذلك التعود على الكتمان وعدم والنفاق النفاق بالتالي بالنسبة للناس ليست مشكلة المنافق إنما مشكلة الوسط الذي تخلقه الثقافة المنافقة الجو الثقافي الموجود وهو جو ديني بالكامل وهذا يرفض وجود أي شيء يعارضه بالتالي الواقع أكبر من الكلام أكبر من اللغة أكبر من الأفكار فبالتالي يصبح النفاق مسألة أساسية في الحياة يصبح الفساد مسألة أساسية في الحياة وهذا المسألة يعرفوها المسلمين أو القادة المسلمين أو الطبقة المتدينة يعرفوها ما يتم مشكلة بها بالعكس هذه القضية مفيدة للدين والسلطات الدينية والسلطات الحكومية لماذا؟ لأنه عندما ينتشر الفساد تتوزع الناس إلى قوى متعددة فكلما أنت امتلكت مالاً امتلكت سلطةً كلما أنت قمعت الآخرين فهذا الحال الآن أن الناس كلها تعيش تحت أفق الفساد وتتنفس الفساد تتنفس الفساد الأخلاقي تتنفس الانحلال الأخلاقي والانحلال الوجداني والانحلال الإنساني جميع أنواع الانحلالات متواجدة جميع أنواع الانشطارات متواجدة في حياتنا لا تجد جماعة تتوحد على قضية إلا وسارع عليها الانقسام والانشطار والتشتت بحجة أو بأخرى لماذا؟ ليس فقط بسبب النفاق بسبب أن الضغوطات الهائلة الموجودة والخيارات الصعبة التي يجب أن يختارها الجميع هي التي تؤدي إلى انقسام الانشطار وهذا حين لا مسألة التوحيد والحجة التوحيد فيظهر أن التوحيد هو هو التوحيد المتغلب يعني هو ليس توحيد الإنساني ليس توحيد القوى بطريقة دمقراطية حرة ولا لقول دمقراطية سدعونا منها طريقة مقبولة من جميع الأطراف أو القوى الكبرى لا ليس طريقة عنيفة قالها الفقهاء الحكم والتحكم لمن غلب الحاكم المتغلب هو الذي نطيعه ونحمد له ونشكره أي نحمد الله نحمد الله على وجود حاكم متغلب فبالتالي نحن اضطررنا على وجود حاكم متغلب وهذا أدى بالنتيجة إلى أن شعوبنا تعيش في حالة صراع مستمرة على الكرسي أصبح الكرسي هو الإله الوحيد الذي يعبده الجميع إما أن يعبده الجميع أو يصلون له أو يقدمون له النذور وكل ما تيسره فهذه هي الحقيقة فالعود إلى كلام الصديق يتحدث عن النجاح وهذا الطريقة هي التي حاولتنا مجامي فقط تمدح وتردح وتتملق للقوى الحاكمة وببساطة مثلا هذا واحد بالتعليقات نموذج للتملق ببساطة أول شيء قل لي بيها هذا الشخص أول شيء خليك بدينك ثاني شيء الإسلامي ليس رجعي الإسلام لم يمنعك من اختراع الطيارة وقطار وما إلى ذلك يعني هو منطلق من اللحظة الأولى منطق دفاعي فلماذا هو منطق دفاعي لماذا لا نناقش لماذا لا نجادل لماذا نسخل في حوارات ليس لدينا إلا حالة يعني المجتمعات بأكملها العربية الشرقية عموما وليس الإسلامية فقط دائما هي في حالة دفاع عن قضية واحدة فقط أو هجوم ضد قضية ضد مليون قضية فكرة الدينية الجهادية أو فكرة هذا الشخص لسه أنه لا لك خلص أنا والعالم كله يعني السلوك الانتحاري أو التفكير الانتحاري ليس في ذهن الدوائش وليس في ذهن المتطرفين دينيين لا في صلب التعليم والتلقين الديني الموجود هذا المصيبة الكبيرة فعندما يتحدث هذا الشخص هو من اللحظة الأولى يجند نفسه كحارس للقطيع أو حارس للعقيدة لا بأس كن حارس للعقيدة لكن لا تنسى نفسك أنت ليس دورك أن تكون حارس للعقيدة في كل لحظة لا أن تكون حارس للعقيدة عندما تكون هناك مناسبة لكن أنت لا يعني أيش حياتك يعني لا تتحول بأكملك وتلغي ذاتك وتلغي شخصيتك كن حارس للعقيدة لكن في النوقت المناسب وعندما تتعرض إلى خطر الداهم كن حارس لها لا بأس لكن عندما يجي واحد يقول لك أو أنت حارس لبيتك مثلا قل بيتك تعتبر هذا الشيء ما سبيك عندما يجي شخص يقول لك هذا بيتك فيه إشكالات هنا سوس هنا بعض الجدران متهرئة الصبغ السيئة الأرضية عندك فيها مشاكل رطبة وربما البيت يوقع عندك السقف فيه مشكلة عندك الغرف مظلمة وما فيه هواء يدخل عندك البيبان مغلقة ما فيه شبابي كثيرة فهذا تقول له لا أنت لا تحترمني أنت تتعرض لمبادئي تتعرض إلى بيتي إلى تحاول أن تؤذيني تحاول أن تستغلني أو تخدعني أو ما إلى ذلك فهذه هي القضية وتمنع أي فرصة لدخول المصلحين إلا بشروطك وبطريقة أنه لا تلمس شيئا فقط تدخل على رؤوس أصابعك خلص شغلة مثل يجي واحد عندنا مشكلة صحية مثلا في مدينة أو منطقة أو دولة إسلامية يتحكم بمصيرها رجال الدين فيدخل مثلا شركة تدخل هذه الشركة الأجنبية يدخل بشروط ويدخل يصلح الموضوع ويطلع ويعني بطريقة ما هذا السعي ويبدو لطيف وكذا ويطلع مجال هذا بس شكليا لكن هما يتعاملون بها مثل بالعراق شركات عالمية جاءت بعد سقوط الصدام طردوهم جميعا منعوهم حتى بدوا عمليات اغتيال الشركات والآن الشركات اللي تيجي يعني أيضا بمناطق نائية وعليهم حراسة دولية خاصة ويشتغلون بها يعني المستحيل الآن تيجي بالعراق كله عدا مناطق الشمال الكردي تجد إنسان أجنبي يمشي براحت أجنبي وحتى عربي عربي ما ينعرف لكن عدل بنغلاديشين اللي يرحون عمال فهذه الفكرة الفكرة هي مولا لأن الشعب سيء لأن الثقافة هي تخلق الثقافة طاردة لا تستطيع اندماج مع الآخرين ولا تريد أن تندماج مع الآخرين هذا الشخص دائما نشوفه هذا الفكرة أنه أنت تعتبر ناسك دونكي شوت وجماعت أنت وجماعتك يعني أنت مثل واحد يعني مثلا المنتخب نادي بسيط يعني وتلعب مع البرازيل فهي هكذا أنت تتحرش بناس آخرين بهذا المستوى لا بس تحرش يا أخي لكن عليك أن تدرك وضعك تدرك مستوىك تعرف بأنك لا تصل إلى هذا المستوى تعرف لديك إشكالات ولا لماذا لا تصبح حالك حال الأمريكي وحال الفرنسي وحال الدول الدول العظمى والكبرى لماذا اسأل نفسك لأنك تتصرف بطريقة خاطئة لأنك تنكر أنهم وصلوا إلى مراحل كبيرة وبعد ذلك يجي هذا الشخص يقول لك الإسلام لم يمنعك من اختراع طيارة وقطار لا منعني منعني لماذا لا نختار لحد لحظة طيارة القطار هل منعن سووا مع مئات المصانع لكن القضية ليش لأنه حرية البحث العلمي ممنوعة حرية الفكر ممنوعة الطيارة وقطار والسفينة كيف صنعت صنعت لأن هناك حرية للبحث العلمي وهناك مبالغ هائلة ولا لا يسمح لأي سلطة دينية أو سلطة سياسية أن تدخل بقضاء البحث العلمي إلى قداسة قداسة كبيرة الآن للعلم وحرية البحث العلمي وأيضا حرية الفكر قداسة لاحظه فهي هاي اللي أنتجت كل هاي المخترعات وما زالت هاي المخترعات تتطور بفضل حرية البحث العلمي وحرية الإنسان لأن حرية كل شيء مترابط حرية الإنسان متعلقة بالحرية بالتفكير حرية التفكير والبحث لها علاقة بقدراته على ابتكاء يعني قدراته على اكتشاف الطاقات الكاملة في داخله الإنسان كل إنسان لديه طاقات خاصة به يعني مواهب وخبرات مختلفة عن الآخرين هاي وخبرات إبداعية يتجاز الاستثمار ويشتغل وانتهى الموضوع على كل حال أنا هاي الفكرة اللي قلت لها الفكرة النجاح وهو موضوع كبير جدا طبعا فكرة النجاح أيضا في إشكالات الآن بحتى بالزمن الرئيسمالي الآن يتحدثون عن فكرة النجاح بمعنى آخر غير المعنى الإسلامي معنى الاستيلاء يعني هو معنى الديني يقول لك ما زلنا موجودين مثل صدام البلد يتدمر حصار بعد أن دخل الكويت والفضيحة هزيمته وحصار دولي خانق هو يطلع رافع ويشعر بالمنتصر البلد يتدمر تماما الناس ميتين جوع حصار كامل غذائي ودوائي وكل شيء ممنوع الخير وكل شيء ممنوع يطلع فبلد مات يعني ماكو هو يدمر كل شيء وحرب 40 يوم الطائرات الأمريكية والتحالف الدولي 40 دولة ضمن دول عربية كثيرة دمر وكل شيء الناس ميتجوع هو يطلع منتصر يقول أنا منتصر يعني لماذا هو بالنسبة له هو ناجح مدام بقي موجودا هو ناجح مدام بقي هناك مسلمون فهو ناجح فخلق هو فكرة النجاح هذه على صعيد أخر فكرة النجاح الغربية المعاصرة يقول أنت حاول أن تنجح العالم الغربي الآن دائما تجد إعلاميا مدعوم هالمسألة يقول لك لا المشكلة أنت في أنت الآن لابد أن تطور قدراتك وطاقاتك خاصة جماعة التيمية البشرية الآن تبدلت أسماء صارت أسماء أخرى تيمية بشرية انفضح موضوحة الآن يقول لك دائما أنت المشكلة فيك يعني أو لا يقل لك المشكلة بك ولا يوصل لك لا أنت داخلك الطاقات وحاول أن تفعل كذا وكذا وحاول أن تشتهد وتنظم مقتك وهذا الأسلوب النجاح الصحيح وهذا كذا وهذا الكذا وأنت عليك أن تتبع هذه الخطوات وهناك أنت مشكلة لا تفكر بطريقة صحيحة ويجب أن تخدق الظروف التي مناسبة لك ويجب أن تصنع نفسك بنفسك وهذا الكلام كله هو صحيح تتجد كلام جميل ما في مشكلة ويقول لك دائما أنت أعمل قصة نجاحك سموها سكسسفل أعتقد ستوري فقصة نجاح ويسولك حتى حلقات كاملة باليوتيوب وفترة قبل سنوات يسوون قصة نجاح بالصحف والوسائل الإعلام الأساسية ما هي الفكرة فكرة أنت المشكلة عندك أنه الدولة غير مسؤولة عنك الدولة عندما أنت تكون وضعك سيئ الدولة ليست هي المسؤولة لأنك أنت صاحب أنت الذي أخطأت الدين يقوم بالفعل نفسه يقولك لا والمشكلة مو بالدين المشكلة بك أنت هو نفس فكرة الدولة يقولك لا المشكلة أنت غير مؤمن أنت لا تؤمن بشكل صحيح حاول أن تكون مؤمن أفضل ونفس اللعبة تتكرر اللعبة الدينية القديمة الآن تتكرر بالدولة الحديثة ويقولك لا كانت فكرة الإيمان الصحيح والآن فكرة النجاح نفس الفكرة هي النتيجة دائما أنت المسؤول أنت المتهم كفرد مسكين ضمن جماعة أنت معرض لمليون قضية تضغط عليك وتستغلك وتمنعك من أن تفكر بطريقة صحيحة وأنت مقاد بالكامل من لحظة ولادتك إلى موتك وبعد ذلك قال لك والله المشكلة المشكلة فيك أنت على كل حال ما أحبب طول كلامي وشكرا جزيلا مع السلامة